تطبيقات كتابية في الدفتري المندرجة ضمن الأسبوع الثاني من الوحدة الخامسة مجال الغابة المرجع واحد الكلمات العربية للمستوى الرابع إذن نبدأ على بركة الله أقرأ النص قراءة صامتة ثم أضبطه بالشكل التام إذن أنا لم أنس أشجارا رأيتها في غابات كرالا في جنوب الهن كانت أشجارا هائلة الأحجام ضخمة الجذوع هي أشجار تطأطئ بجذوعها حتى تلامس الأرض ثم لا تزال تنهض شامخة وكأنها تستدرك ما فاتها أو كأنها ثارت على هذا الهوان والذل فاتجهت أغصانها إلى أعلى فصارت صامقة لأن من الطبيعي أن تكون الأشجار عمودية متصابقة في الاتجاه نحو الشمس إذن هذا هو النص التطبيقي مع شكل الكلمات باللون الأزرق أعد قراءة للمرة الثانية أنا لم أنس أشجارا رأيتها في غابة كرالا في جنوب الهند كانت أشجارا هائلة الأحجام ضخمة الجذوع هي أشجار تطأطئ بجذوعها حتى تلامس الأرض ثم لا تزال تنهض شامخة كأنها تستدرك ما فاتها أو كأنها ثارت على هذا الهوان والذل فاتجهت أغصانها إلى أعلى فصارت صامقة لأن من الطبيعي أن تكون الأشجار عمودية متصابقة في الاتجاه نحو الشمس أفهم بما تتصف أشجار غابة كرالا إذن تتصف أشجار غابة كرالا كونها أشجارا هائلة الأحجام ضخمة الجذوع وتطأطئ بجذوعها حتى تلامس الأرض تتصف أشجار غابة كرالا كونها هائلة الأحجام ضخمة الجذوع وتطأطئ بجذوعها حتى تلامس الأرض مكون سفو التحويل أستخرج من النص الضماء المنفصلة وأبين ما تدل عليه إذن الضماء المنفصلة الظاهرة في النص لدي أنا وهي إذن أنا تدل على المفرد المتكلم وهي تدل على المفرد المؤنة الغائب الغائب عفوا أنا للمفرد المتكلم هي مفرد المؤنة الغائبة يا مفرد المؤنة الغائبة أختار لكل خبر مبتدأ ضميرا إذن لكل خبر مبتدأ ضميرا محافظات على الغائبة إذن محافظات تدل على الجمع الجمع المؤنة أيضا هنا محافظات على الغائبة تدل على الجمع المؤنة محافظة على الغائبة على الجمع المؤنة إذن عندي ثلاثة ديالجمل كلهم بحل بحل كيتشابوا خصم بحتولهم على مبتدأ ضمير مناسب إذن يمكن لي نقول أنتنا محافظات على الغائبة محافظات على الغائبة مثلا نحن محافظات على الغائبة كذلك هنا محافظات على الغائبة نقول أنت هنا هنا محافظات على الغائبة تركيب استخرج من النص الجملة التي تندرج عناصرها في الترصيمة الآتية إذن فعل ناقص اسمه ضمير وخبره إذن لدي مثلا كانت أشجارا هائلة هائلة الأحجام إذن كانت أشجارا أشجارا هي الإسم كان هو الفعل ناقص اسمها ضمير لدي أيضا صارت سامقة صارت سامقة إذن سنختار واحدة صارت سامقة أكمل كل جملة بما يناسبها إذن ضل معتدلا إذن ضل سنبحث عن اسم ضل إذن ضل التقص ضل التقص معتدلا الغابة مزبلة إذن مثلا نستعمل ليست ليست الغابة مزبلة ما زالت القرية بعيدة ليس ليس الحادث خطيرا إذن ضل التقص معتدلا ليست الغابة مزبلة ما زالت القرية بعيدة ليس الحادث خطيرا أعرب كلمة أشجار بحسب مقع في جمال النص إذن وردت كلمة أشجار عدة مرات في هذا النص مثلا لم أنس أشجارا رأيتها في غابة كيرا في جنوب الهند كانت أشجارا مرة أخرى إذن الموقع في الجملة الأولى ليس هو موقع في الجملة التانية في كل مرة لها إعراب مختلف هي أشجار أشجار تطأطئ بجدوعها حتى تلامس الأرض ثم لا تزال تنهض شامخة وكأنها تستدرك ما فاتها أو كأنها ثارت على هذا الهواني والذل فاتجهت أغسانها إلى أعلى فصارت سامقة لأن من الطبيعي أن تكون الأشجار عمودية متسابقة في اتجاه نحو الشمس إذن مثلا عندي هنا أشجار في الجملة الأولى عبارة عن مفعول به مفعول به لفعل أنسى لم أنسى لم أنسى أشجارا التانية خبر كان هي مبتدأ ثاني مرفوع أما الأشجار الأخيرة فهي اسمه كان مرفوع بالضمة الظاهرة على آخيرة إذن أشجارا مفعول به منصوب على ما تنصبه الفتح الظاهرة على آخيرة أشجارا خبر كان منصوب بتنوين الفتح أشجار مبتدأ مرفوع على ما ترفعي الدم الظاهرة على آخيرة أشجار اسم كان مرفوع وعلمة رفعية ضمت ضايرة على آخره. لأن المطلوب كما قلت أعرب كلمة أشجار بحسب موقع في جمل النص. يعني كلما وردت كلمة أشجار نقوم بإعراضها. الإملأ. أستخرج من النص الكلمات التي تتوسطها همزات ثم أعلل كتابتها. إذن الكلمات التي وردت فيها همزات متوسطة على الياء. رأيتها هائلة. إذن رأيتها هائلة وتتقطع هذه الكلمات التي تتوسطها همزة على الياء. إذن رأيتها كتبتي الهمزة المتوسطة على الألف لأنها ليس لياء ولكن متوسطة. الهمزات المتوسطة بصفة عامة. الكلمات التي تتوسطها همزة أعتذر على التعبير. رأيتها كتبت الهمزة المتوسطة على الألف لأنها مفتوحة وما قبلها مفتوح. رأيتها. إذن مفتوحة وما قبلها مفتوح. هائلة. كتبتي الهمزة المتوسطة على الياء لأنها مكسورة. إذن 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 أعبر عن المشاهدين صفحة 163 بجمل فعلية متضمنة أفعال مضارعة ناقصة ثم أربط بينها لأقويل فقرة إذن صفحة 163 إذن صفحة 163 لاحظوا معي الصور غابة أشجارها باسقة ومخضرة وكثيفة الصورة الثانية نفس الغابة تقريبا تعرضت إلى حريق مهول إذن أصبحت الغابة موردا مهما لأنها توفر لنا كل ما نحتاجه من الهواء النقي والخشب لصنع الأثاث والحطب لذا صار من الضروري الاهتمام بها والحفاظ عليها إذن أصبحت الغابة موردا مهما لأنها توفر لنا كل ما نحتاجه من الهواء النقي والخشب لصنع الأثاث والحطب لذا صار من الضروري الفصل في هذا المكان لذا صار من الضروري الاهتمام بها والحفاظ عليها إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو اليوم أدرب لكم معيدا في فيديو قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة